بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله طيبين الطاهرين أسعد الله وأوقاتكم بكل خير سادة المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة للحديث عن شهادة مسلم نعقيل عليه السلام أحييكم وأحيي ضيفي سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي الخطيب الإسلامي والحسيني أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ حياك الله حبيب أهلا وسلم سماحة الشيخ في الحقيقة تكاد تكون كتب السيرة والتاريخ تغفل جزء من حياة مسلم عليه السلام وهو الجزء الذي يسبق بعثتي إلى الكوفة قبل أن يبعثه الإمام الحسين عليه السلام نريد أن نتعرف على هذا الجزء من حياة مسلم عليه السلام كيف كانت سيرته مع أبيه مع عمه الإمام أميرون عليه السلام مع الإمام الحسين وحتى مع الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يبعثه إلى الكوفة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد هناك محطات في حياة الإنسانية تمثل الوقود الستراتيجي للأمة لكن مع الأسف كما تفضلت بأننا نغفل أحيانا كثير من هذه المحطات ومن هذه الجوانب والمفروض أن نهتم بها ونهتم بها بشيء من التحليل لأننا قد نمر بمسلم ابن عقيل سلام الله عليه نستذكر مسلم ابن عقيل في الثامنة أو التاسع من ذي الحجة الحرام في كل عام أو في يوم الخامس من شهر محرم الحرام لكن عادة ما يكون حديثنا عن مسلم ابن عقيل سلام الله عليه يختزر على الموقف في الكوفة لكن لا نأخذ جانب تحليلي من تلك الشخصية الفذة التي قرنها الحسين صلى الله عليه وسلم وعليه بثورته وأنت كما تعلم أننا الآن في العرف السائد أو المقولة المعروفة أن الوكيل كالأصيل فعندما يرسله الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم وعليه إلى الكوفة ليمثل الحسين وليأخذ البيعة بإسمه ويقول لأهل الكوفة أن أمره أمري ونهيه نهي إذن تلك الشخصية التي تحمل هذه الصفات والمؤهلات التي جعلتها أن تكون ممثلة أحسن تمثيل لأبي عبد الله الحسين لسيد الشهداء لسيد شباب أهل الجنة إذن المفروض أن نعلم من خلال هذه التوصية أو هذا التمثيل أن مسلم بن عقيل كان على مستوى كبير من الورع ومن التقوى ومن العلم بحيث أصبح مؤهل يحمل هذه المهمة الصعبة إذن هذه المهمة أولا مسلم بن عقيل لم يرقى إلى مستوى العسمة يعني أخوة أكيدا أن العسمة منحصرة منصوصة على أربعة عشر منصوصة على أربعة عشر معصوم لكن مسلم بن عقيل عندما يصل إلى إذن مر بمؤهلات أو مر خلين نسميها بتمارين تعبوية لسقل المواهب لتأهيل الشخصية كي تتحمل هذه المهمة ونرى أن الإشارات أخذت ترافق مسلم بن عقيل قبل أن يولد وهذا في شيء أعتقد ما كان طبيعي هناك نصوص يعني؟ نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أني لأحب عقيل حبه ضعف حب له وحب لحبي أبي طالب له يظهر أولا حب إله لأنه بن عمي قريبي رحمي لحب أبي طالب يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب من أحبه أو من أحبه أبو طالب وهذا دليل على إيمان أبي طالب أكيد وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تستهويه عواطف المشركين أو عواطف الكفار كما يزعم البعض من أن أبي طالب كان مشركا النقطة التي أحب أثيرها هنا لحب له وحب لحب أبي طالب له وأن ولده لمقتول في محبة ولدك يعني هذا كأنه استشراف المستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ المستقبل من وراء الغيب يرى الغيب من وراء حجوب ويقول أن ولده سيقتل في محبة ولدك وستدمع عليه عيون المؤمنين ثم يبكي النبي صلى الله عليه وآله تتحدر دموع على خديه ويسأل صلى الله عليه وآله يقول لما تلقى أمة ذريتي من بعدي إذن هذا الاقتران بالأسرة الكريمة بالحسين سلام الله عليه أنه قتل في محبة الحسين ويكفيه ظخر أن يكون هكذا لأن أنت تعلم الآن عندما نناقش مسلم ابن عقيل سلام الله عليه لا نأخذ من مسلم ابن عقيل لأنه ابن عم الحسين هناك كثير من أعمام الحسين هناك الكثير من أعمام النبي تبت يده أبي لهب أبو لهب عم النبي ابن عبد المطالب لكن الموقف هو الذي جعل منه إذن ليألق كثير من يعتبر أنا قريب فلان أو أنا صهر لفلان لا لا موهي شكل المسألة ما تعني بالمقدار المادي وإنما أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل بزيارة مسلم ابن عقيل شنو اللي خلف مسلم ابن عقيل يتعلق هو التسليم والتسليم درجة من أهل المعرفة درجة عالية لأهل الألم أنه يسلم للمعصوم ولا يتحرق قيد أنملة بلا موافقة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذن مسلم ابن عقيل كما أسلفنا أنه لم يكن ومن ملاك الأصمة ليكون كما قلنا في حديث سابقة وآتيناه الحكمة صبية أن يكون منزه منذ الصغر لا لا لكن أكو تأهيل ومن أولويات هذا التأهيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار لهذه الإشارة وبما أن هذه الإشارة تعني الكثير لآل البيت فأصبح مسلم ابن عقيل موضع اهتمام آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وتراه أنه رافق علي ابن أبي طالب في حروبه الثلاث كان له حضور كان يتزعم وليس حضورا عاديا مو حضور ثانوي مو حضور خلف الظل وإنما كان قائد كان مميز كان من حملة الألوية في حروب الإمام علي ابن أبي طالب في الجمل والصفين وفي النهروان وهذه الرفقة في ظروف الحربي وفي ظروف السلم مع عمها علي ابن أبي طالب سلام الله عليه ندرك تماما أن تلك المدرسة أخذت أثرها في حياة مسلم تأثر بهذه المدرسة أكيدا ولذلك مثلا الكثير الآن من السذج البسطاء يقول نحن عادة نفوت الفرص أقوم أقولها عند الناس اغتنم الفرص فيقول له فلان ينتهز الفرصة بينما الصحيح أن الإنسان المثالي هو الذي ينتزع الفرصة هو الذي يخلق الفرصة ما بين الانتهازية الروح الانتهازية الروح مذمومة نعم الإنسان الصحيح الواعي هو الذي ينتزع الفرصة انتزاه يجي واعي وليش ما استثمرها للفرصة وقتل عبيد الله ابن زياد في بيت هاني ابن عروة وهي أتلك الظروف ماذا تنتظر من النتائج بعد نعم يا سيدي وانت من تريد تحاسب لهذا الشخص كنت ترتب أثر على المدرسة التي تربى فيها وترعرع فيها علي ابن أبي طالب زعيم المدرسة مسلم ابن عقيل تلميذ بهذه المدرسة نعم وفي يوم من الأيام كان بالتأكيد أن مسلم ابن عقيل جالس إلى جنب عمه علي ابن أبي طالب نعم وجاء وفد من اليمن وبايع علي ابن أبي طالب سلام الله عليه ونظر إلى أحدهم فاستدعاه للبيع ثانية بايع مرة أخرى انصرف استدعاه ثالثة فاحتج الرجل لماذا تدعوني أصحابي يعني بس أنا من دونهم ثلاث مرات أبايع قال أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مرادي أن هذا ابن اليهودية هو قاتلي إذن علي ابن أبي طالب سلام الله عليه ما كان يقدر أن يحوي المقدمات التي أدت إلى قتله لا كل الإنسانية لو تقرأ حياة علي ابن أبي طالب كان بإمكانه أن يحتوي مقدمات التي أدت إلى استشهادة يقتل عبد الرحمن ابن ملجم المرادي يقتل الأشعث ابن قيس وكان يعرفه معرفة تامة بأنه سيساهم في قتله بل يحرض على قتله وكان ليلة تسعطاعش من شهر رمضان بايد في مسجد الكوفة لكن هناك ورع وهناك دين وكما يقول علي ابن أبي طالب قد يرى الحو للقلة بوجه الحيلة ولكن دونها حاجز من تقوى الله يعني أكيد هناك مدرستان سماعت شيخ مدرسة ترفع شعار والله ما أطلب النصر بالجور وهذه يتزعمها لإمام أمير المنين وهناك مدرسة انتهازية الانتهازية أو شعار أن الغاية تبرر الوسيلة هذا المطلوب فهذا مسلم ابن عقيل اللي ينتهجون نهج الغاية تبرر الوسيلة ينتقدون مسلم ابن عقيل سلام الله عليه لمن لم يقتل عبيد الله ابن زياد بينما الذي يطلع طلاع تام على مدرسة علي ابن أبي طالب التي ينتمي لها مسلم يقول البلاء هذا من صميم عقيدة مسلم ومن صميم أفكار مسلم ومن وحي مدرسة علي ابن أبي طالب سلام الله عليه قيدته الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك ولذلك امتنع عن قتله وهو يعلم بأنه سيقتلها حتما لكن المدرسة أخذت أثارها إذن مسلم ابن عقيل عاش في مدرسة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وترعرع في تلك المدرسة وهي مدرسة العصمة في بيوت أدن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه فيها أسمه فبالتأكيد أن مسلم ابن عقيل ستنعكس تلك المدرسة على سلوكه وعلى تربيته فأصبح يحمل من المؤهلات ما يدعو الحسين سلام الله عليه إلى أن يختاره من أهل بيته هل كان لمسلم عليه السلام حضور في زمن الإمام الحسن عليه السلام والأحداث التي رافقت هذا الصلح وغيرهم من الأحداث الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه نحن نعلم تماما أن لكل إمام دورة ولكل إمام وظيفة هذا الدور وهذه الوظيفة للمعصوم هو يؤدي ما عليه يؤدي ما يراه مناسب وعلى جميع الأتباع من المخلصين الذين يعرفون معنى الإمام لا يتدخلون لا بالسلب ولا بالإيجاب وإنما يتلقون الأوامر كما هي بلا مناقشة تسليم تسليم مطلق لرغبة المعصوم وهذا كان ديدا مسلم ابن عقيل أثناء الظروف التي أدت إلى توقيع الظروف استثنائية ما بين الإمام الحسن ودولة بني أمية لم يتدخل مسلم ابن عقيل وإنما كان يأخذ بالسمع والطاعة لكل أوامر المعصوم سواء في قرار الحرب في قرار السلم قلنا عندما نشبت الحرب مع إبنى إبي طالب في الجمل في صفير في نهروان نرى مسلم ابن عقيل كان له حضور وحضور مهم جدا وفاعل ومن خلال حمل السيف والمشاركة الفائلة في سوح القتال وعندما وقعت الهدن مع الدولة الأموية نرى أن مسلم ابن عقيل وضع السيف ورأى رأي الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بلا اعتراض وهكذا كان مع الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يبعثه إلى أكيدا وهذا معنى التسليم الذي يقول به الإمام المعصوم في زيارته الشريفة أشهد لك بالتسليم طيب متى بعثه الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة مسلم ابن عقيل يعني بعثه من المدينة قبل أن يخرج الإمام عليه السلام إلى مكة أم بعد أن خرج مع الإمام عليه السلام إلى مكة ومن ثم ذهب إلى الكوفة السيد العزيز نحن في وقعة الطاف أمامنا معنيين المعنى الإلهامي الذي تتعلق به الأصمة والولاية التكوينية هذا جانب الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم وهو في مكة أنه يقتل في كرملا يعلم بالنتائج قبل المقدمات هذا جانب لكن هل أن الحسين صلوات الله عليه تصرف وفق هذا التكليف لا لا تصرف وفق التكليف الظاهري الأسباب الطبيعية بالأسباب الطبيعية فإنما كان التصرف بالأسباب الطبيعية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما غادر المدينة كانت النية إلى مكة لم يكن ضمن المخطط أن يتوجه ما كان ضمن المخطط المعلن أما في قرارة نفس الحسين هو يعلم أين سيقتل كأني بأوصالي هذه تقطعها أسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء لكن بالجو العام كان تصرف أنه يخرج إلى مكة ليلتقي بالموسم وانت تعلم أن الموسم خليط غير متجانس اليمني والمصري والشامي والحجازي وكل الأقطار وعلى هذا الأساس سيتحرك الإمام الحسين يطرح وجد نظرة يطرح برنامج السياسي كانت له لقاءات مع وفود مع عشف صيات عشائر فعندما توجه كان مسلم بن عكيد برفقته ما كان هناك نية ثم أن إرساله إلى أهل الكوفة متى بعد أن تواترت الكتب على الحسين سلام الله عليه أسمح لنا سمحت الشيخ عضر المقاطع نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود مشاهدين أفاصل قصير ونعود لكم ارتج الموضع بالبكاء والعويل لقتل مسلم بن عقيل وسالت الدموع كل مسيل ثم إن الحسين عليه السلام سار قاصداً لما دعاه الله إليه فلقيه الفرزدق الشاعر إلى أن يقول فاستعبر الحسين عليه السلام باكياً ثم قال رحم الله مسلم فلقد صار إلى روح الله وريحانه وجنته ورضوانه أما إنه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلاً بكم من جديد سمحت الشيخ قبل الفاصل أنتم أشرتم إلى أن الإمام الحسين عليه السلام التقى بالوفود في مكة وأخذ يروج لمشروعه ولنهضاته أليس كذلك؟ نعم أشرنا أن مسلم بن عقيل ما كانت فنية في المدينة إرساله إلى الكوفة ولم يعلن عن إرساله إلى الكوفة وإنما حتى الجمهور يصير على بينا أن المسألة نحن نناقش بالآثار الطبيعية الآثار الظاهرية أما الآثار الغيبية فهي بعلم الحسين نؤكد على ما قلناه قبل الفاصل أن الإمام الحسين كما قلناه عن النبي وستدمع عيون المؤمنين سيقتل ولده في محبة ولدك وستدمع عليه عيون المؤمنين إذن هذا في جعبة الحسين موجود أنه مسلم بن عقيل يربع الكوفة ويقتل لكن عندما طلع وصل إلى مكة والتقى بالوفود هنا بدأت تترى عليه كتب أهل الكوفة حيث الكوفة ما رأس له الإمام الحسين بالمدينة حتى يفكر بإرسال رسول يمثله إلى أهل الكوفة عندما بلغ أهل الكوفة أن الحسين سلام الله عليه امتنع من البيعات هذا كان محفز له وتمرد على الدولة الأموية وتوجه إلى مكة إذن على أهل الكوفة اللي كانوا يعانون معاناة شديدة من الحكم الأموي أن يكتبوا ليستقدموا الحسين سلام الله عليه فأخذت كتب أهل الكوفة تترى بعض الرواية تقول ملئة خرجان من الكتب مما ورد بعد ما توفرت الكتب عند الإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه أي سنة سنة الستين للهجرة تبلورت عنده فكرة رسال مسلم ابن عقيل ممثل أمامه للتمهيد للتوطيع لإلقاء الحجة على من كتب هذه الكتب فأعطى رسالة تحمل تخويل تحمل تمثيل بأن هذا يمثل السفارة الأولى هل هو الشخص الوحيد الذي بعثه الإمام الحسين أم كانت هناك أشخاص هو بعث الإمام الحسين رسائل عبد الله بن يقطر وغيره لكن كتمثيل وسفارة كتمثيل أقصد نعم ولأخذ البيعة دولاك أرسلهم يحملوا رسل لأهل الكوفة رسائل لأهل الكوفة نعم رسائل رسول الرسول يحمل رسالة ويأخذ جواب نعم لكن هذا جاء ممثل ليأخذ بيعة يعني عبد الله بن يقطر ما كان هو شهيد نعم نعم وأمر به فقتل وألقيه من أعلى القاصر لكن مو 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 موضوع التمثيل الذي جاء به مسلم بن عقيل فمسلم بن عقيل من حمل الرسالة كان بالضبط 15 رمضان كما أنا بالضبط أقول بناء على ما ينقله المؤرخون 15 من شهر رمضان سنة 60 للهجرة حمل الرسالة جعل طريقة على المدينة ودع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من علماء أهل البيت ترى مو شخصية عادية يعني أنت مو تصور أن مسلم بن عقيل أنه أخذ نعم زادته شرف الموقف والشهادة والمسؤولية لكنه أصطن مسلم بن عقيل لو لم يكن مؤهل لما كان محل لثقة الحسين طيب ما هي المواصفات التي كانت متوفرة في مسلم حتى يعني صار محل ثقة الإمام الحسين ويعطيه هذه المسؤولية أكثر ما في الأمور من خلال استقرارنا للأحداث للشخصيات أكثر ما في الأمور الذي يؤدي بالإنسان إلى التألق هو العلم العلم إيه وسهل عام تتحدث الناس عن شزاعة أبو الفضل العباس سلام الله يعني بينما الإمام المعصوم يقول له تكت بقتلك حرمة الإسلام من تقرأ أن حرمة الإسلام تهتك بقتل الشجاع ما تهتك بقتل الشجاع تهتك بقتل الكريم لا تهتك حرمة الإسلام بقتل العالم إذا مات العالم ثلمت في الإسلام ثلما لا يسدها لكن ربما الظرف يكون له داخل في إبراز صفة من صفات الإنسان فالتالي تضغى على بقية هذا الموقف يحتاج أولا علم ودراية عن الهدف المتوجه إلي الإنسان والنقطة الثانية شجاعة ورباطة جيش هذا الموقف وهذه كانت كلهم متوفرة متوفرة في مسلم ابن عقيل وإلا من هذا الباب نقرأ في بعض المسلم ابن عقيل لم يسلم من فريات التاريخ لأنه يتعلق بها للبيت وكل من يتعلق بهذه المدرسة لازم يدفع ضريبتها مسلم ابن عقيل بعضهم يقول أن مسلم وصل إلى ما مات الدليلان في الطريق ووصل إلى ما ورأى كذا وكتب للإمام الحسين عندما لطي أني تطيرت من هذا السفر فإن أحببت أن تعفيني وترسل غيري هذا لو كان تطير يعني نوع من الجبن نوع من الوهن حاشاه مسلم ابن عقيل هذا التردد وهذا الوهن لو حصل فيه نفس مسلم لأصبح اختيار الحسين غير موفق وهذا مو يتعلق بمسلم ابن عقيل فقط وإنما يتعلق باختيار الحسين سلام الله عليه هل أن الحسين لم يوفق باختياره لمسلم ابن عقيل إذن مسلم لم يتطير ولم يحصل منه هذا الكتاب وإنما أخذ الكتاب وسيرته أيضا كانت خلاف ما يوقع تشير إلى نوع من التألق والشجاعة وكان قائد فيلق في صفين وفي النهروان وفي الجمل إذن مسلم ابن عقيل من أخذها لأمانة خمسطعش من شهر رمضان وصل يوم خمسة شوال إلى الكوفة من دخل الكوفة يوم خمسة شوال يعني استغرقت الرحلة أي جنين يوم كان كان هداك اليوم أول ما نزل ينزل المفروض منه أن ينزل في بيت المختار ابن أبي عبيدة فقفي بعد ما اعتقل المختار نزل في دار هاني ابن عروة لكن عندما دخل في الكوفة وجد حواظا في الكوفة كانوا بانتظاره يا سيدي احنا كانوا يعلمون بقدومه نكون منصفين نكون منصفين أن الحواظر الإسلامية كانت مكة المدينة الكوفة الكوفة البصرة مصر الشام بهاي الحواظر الموجودة نعم إذا تريد تقرأ حواظنة ومهدتها شيء الكوفة الكوفة إنصافا يعني هسا مرت بظروف استثنائية ولكل جواد كبوة إنسان من يمر بظروف استثنائية تمر عليه ضغوط لأسا أكو شواهد كثيرة بالتأريق بسهل لا نريد أن نحرج القناة ولا نريد أن نخرج عن مسار الحديث كثير من الشواهد تؤدي بالإنسان أحيانا إلى أن يبدو عليه وكأنه تنازل عن قيمي وعقيدتي ومبادئة هي مو مسألة الكوفة في أيام بني أمية هشام ابن عبد الملك من صارت الأمور بينه وبين زيد الشهيد سلام الله عليه عليه تعرف شنو قال قال للأصحابة قال جماعة يقينهم خلولي يحفظوا لي زيد بس لا يطلع للكوفة لا يوصل يعني إذا وصل الكوفة يلقي أنصار هشام ابن عبد الملك يزور بالكعبة الشريفة وشاف الإمام الباقر قال هذا المفتون به أهل العراق المنصور العباسي يشوف الإمام الصادق يقول هذا الذي اتخذه أهله العراقي ربه إذن الكوفة هي مهد التشييع فوجد حواضن لكن صارت مواقف نعم ودفع الضريبة طبعا أصبح متذبذب بين السلب والإيجاب بس عندما دخل مسلم ابن عقيل الناس رحبوا بقدوم مسلم أولا ولاءهم لآن البيت معرفتهم لهذا البيت أنه إذا قادهم سيقودهم إلى بر الأمان إثلاثة ظلم بني أمية بدأت الناس تتنرفز من ظلم بني أمية بعدا عاشوا طبعا حكم الإمام أمير المنعلي سهيد ورأوا طبيعة هذا الحكم فاستقبلوا مسلم ابن عقيل وفتح سجل للمبايعين وبلغ المبايعين فرد أرقام خيالية يذكر التاريخ يعني هناك رقم يقال أقل رقم هو 12 ألف وهناك رقم يقول 40 ألف 12-18-40 حسب لأنه تدري التاريخ مو كل أولا يعني غد قيم الأرقام الوالي بالكوفة كان النعمان ابن بشير الألصاري هو ما رد أنقوله سمحت شيء قبل أن ندخل إلى موقف الوالي كان عمل مسلم وظيفته هل هي فقط السفارة أن يستطلحها الأهل الكوفة أم كانت له وظيفة أكبر صلاحيات أوسع يأخذ البيعة للحسين طيب كان بعلم الحكومة المحلية يأخذ البيعة للحسين ويجمع الخيل والرجال ويستعد ويقول الحسين أن أقدم جند مجنة طيب عمله هذا كان بشكل علني يعني لا بشكل سري لكن بعضهم البعض المؤرخين يقول أن النعمان ابن بشير الأنصاري وهذا من الأنصار يعني فكان علاقته بالدولة الأموية يقول أن النعمان ابن بشير الأنصاري كان العبارة شايفة أنا يخشى العواقب يعني عنده شوية ديني لدي سوي أنا أقراها مو هالشكل يعني بتقدير القاصر هالسح مرات من حقنا يعني أن أخذ من هنا وهناك أنا أقرأها مو به الجانب أقرأها من زاوية أخرى أن النعمان ابن بشير الأنصاري تربية معاوية عبيد الله ابن زياد من جيل يزيد فجيل يزيد اللي هو وقع نقول جيل الشباب يكون متهور جيل معاوية صاحب الشعرة مو المضروب عليها المثل شعرة معاوية فهذا من تربية معاوية فيأخذ الأمور بتروي وتأمين بدهاء بحكمة بحنكة حتى يلتفع لها ثم أن بنته هي زوجة المختار ويمكن أن يكون هذا أنه لما نزل في بيت المختار يعني من باب أنه يعني المؤرخون أيضا يذكرون سببا آخر وهو باعتبار هذا من الأنصار ويزيد أو معاوية كان له موقف معين من الأنصار عندما جاء بالأخطل وهجل الأنصار ربما هذا أيضا يا سيدي لما استلم لهم ملاي لو كان لهم موقف سلبي لا هو عايش على مواعد بني أمية لا أبدا مو موقف قيم منه وإنما موقف كما أسلفت يختلفون بالسياسة يختلفون من حيث الموقف أنه أنا أرى أن يكون معالجة الأمر بالشيء الفلاني هذا يقول لا معالجة الأمر فلذلك كتبوا من له هوى بدولة بني أمية منهم عمر بن سعد كتبوا رسالة إلى يزيد كان متهاون يعني مع مسألة جدا جدا هي حصل قصرة وخلص يعني ما ترك المدينة والمصر ومسلم ابن عقيل بدأ أتم لاحظ أكو نقطة ترى المفروض يعني مسلم ابن عقيل وين كان يصلي؟ نعم وين؟ بالمسجد مسجد الكوفة مسجد الكوفة كل الروايات الآن والخطبات ما يتكلمون نعم أنه كان يصلي في المسجد صلى خلفه وكذا في اليوم الثاني كذا بدأ العدد يتناقص في العد التنازلي إلى أن وصل في ليلة استشاد مسلم ابن عقيل خرج لم يرى خلفه أرجوك هو اللي خايف ومطلوب من الدولة يصلي بالمسجد قطعا كله ما يصلي بالمسجد إذن مسلم ابن عقيل من كان سل رسالة الدولية المحاصرة بقصر الإمارة فكتب ممن له هوى بيزيد ودولة بني أمية منهم عمر بن سعد إلى يزيد رسالة إن كانت لك حاجة في الكوفة فبعت لها رجلا قويا فإن النعمان ضعيف أو يتضاعف فوصلت الرسالة أردت على سرجون المستشار النصراني في البلاط الأموي وتم الكما هو معروف للمؤرخين وحتى للسادة المشاهدين تم الخيار أو اختيار عبيد الله بن زياد وجه لرسالة والله من البصرة العراقين البصرة والكوفة تواجه إلى الكوفة دخلها طيب لما دخل إلى الكوفة يعني كيف ماذا فعل عبيد الله بن زياد حتى يحدث هذا الانقلاب إن صح التعبير ألم يأخذ مسلم الإجراءات أو الاحتياطات الاحترازية من شأنها أن تقوض مثلا ما تقوم به الدولة الأموية قد تسأل سؤال أن هناك مثلا نقول حصلت حالة من الخدلان لكن هناك من المخلصين الذين لا يمكن أن يساوموا أين ذهبوا هاول على عقيدتهم مثل حبيب ابن مظاهر مسلم بن عوسج بورير هذولة نوعيات ما ممكن أن يساوم أو يتخادل يعني التأريف سمحت شيخ لا يذكر لهم هؤلاء يعني أين دورهم في هذه الأثناء وأن ساعة الصفر لم تكن هي المقررة في الكوفة يعني كانت هناك ساعة الصفر لإعلان كانت ساعة صفر مقررة في الكوفة اعتقال هاني ابن عروة سبب حالة من الأزمة الأرباك مما اضطر مسلم بن عقيل أن يعجل ساعة الصفر وهذا سبب أرباك يعني في صفر ما كنت صالات يعني حبيب ابن مظاهر لما متفق على موعد معين وشعار معين وما أخذ كلمة السر وطالع بالبساطين وينتظر وقت ساعة الصفر وهكذا كل المخلصين من القادة المتمكنين اللي بعدين كان موقفهم مع الحسين ما اجوا موقف توبة ولا اجوا موقف ندم ولا سمعنا أن التاريخ عاتبهم ولا سمعنا أن آل البيت أو الحسين سلام علي عليه عاتبهم وقلهم ليش خذلتم مسلم بن عقيل إذن كان موقفهم سليم مئة بالمئة كانت ساعة صفر مقررة وساعة الصفر اضطر مسلم بن عقيل للتعجيل وعدما عجل ما كانت بعد مجال الاتصالات بحيث يوصل لأصحابه بأنه يفترض أن تقدر ساعة الصفر فخاذ المعركة بمفرده طيب تحمل أعباءها لوحده طيب عندنا فاصل أخير سمحت شيخ وبعد الفاصل نعود لتكملة الحديث مشاهدنا فاصلا قصير ونعود لكم الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعدت غريباً وعدت غريباً كما عاد مسلم بين العداء كما عاد مسلم بين العداء غريباً وكابدها جائحة يا رسول الحسين رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة فيبنى عقيلين فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة لنبكي لها بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة سقدك دمين يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة ولا برحتها طلات العيون تحييك غادية الرائحة حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم من جديد سماحت الشيخ قبل الفاصل كان الحديث حول أنه كانت هناك ساعة صفر وكأنه اتفق مسلم مع القاعدة العريضة التي بايعته على أنه متى ما حانت هذه الساعة سوف يعلن الثورة ليس كذلك لكن كأنه يعني باغته مجيء عبيد الله بن زياد ما الذي فعله عبيد الله بن زياد حتى تنقل بالموازين ويحدث ما حدث في الكوفة هي ليش نقول احنا لكل جواب كابوة المسألة بها حالة من حالة الشلل النفسي أصيبت الأمة ترى الأمة أصيبت بسبات عميق التملاحظ أحيانا أكو واحد من يكون عنده صداع يأخذ بنا دولي طيب من يصير عنده رشح ويأخذ كورتزونات من يكون التهاب يأخذ مضاد حيوي من يصير سكتة قلبية شي يريد؟ تفيد البندول يريد رجك أهربائي حتى تقيد صعقة لعضلة القلب الحياة الأمة عاشت فيه صبات والصعقة الكربية كانت بتلك المذبح اللي قدمها الحسين وإلا أرجوك أقول لك شوف حالة الشلل النفسي يعني هسا أنا السادة المشاهدين اللي يشاركون الراي ويتأمنون بالموقف هذا الخدلان وهذا الشلل النفسي اللي حصل يطلع عبيد الله إبن زياد عندما تبلغ بالأمر يطلع عبيد الله إبن زياد من البصرة إلى الكوفة مع غلام واحد غلام يعني الخادم ومعه رجل بزعامة خمسمائة فارس هذا الرجل من نقرة التاريخ يقول كان ولاء لأهل البيت عبيد الله بن زياد لا هذا الرجل اللي خمسمائة صحنا مشكلة تنتقص منه ويجي لك هذا من عنوين المذهب ومن الشخصيات لهذا هذا أرجوك أنا أردحاكمة تاريخيا هذا طلع يرأس خمسمية برفقتي عبيد الله بن زياد فقط ويا نفر واحد بس الغلام ما لته هذا المؤرخين يقولون بالطريق تمارض ليش لأنه علاقة بعبيد الله متينة وتمارض حتى عبيد الله يتأثر على حسابه ويتأخر بالطريق عسى أن يسبقه الحسين اللي يدخل إلى الكوفة ستقل طارق سمعك هاي قلت اتمرض لا اتمرض للجهنم أنا رايح بمهمة أهم منك طيب إنت عندك خمسمية إيش بيك ترجف ومتمارض وعندك فلونزا وعندك شي واخت كان بيمكانة كان بيمكانة أخت رأبيد الله واتغر الكوفة خمسمية فارس عندك ضمهم إلى مستمبل عقيل واستقبلوا الحسين يصير له ما يصير طبع والفرصة ثانية إذا منقول شلل شلل لو مو شلل انشلت الأمة نفسيا وباقي تمارض هذا الشلل سمحت الشيخ هل هو وليد صدفة يعني وليد فراغ لو هناك أسباب أدت إلى هذا أنا أقول يا سأل أمة مشلولة طبعا أكيد هناك أسباب أدت إلى هذا النتيجة ولا تحملني ما لا أطيق طيب بس أنا أريد أقول لك شي أن هذا من دخل إلى الكوفة يدخل إلى بيت هاني ابن أروى ويتمارض وأنا راح أتمارض جيبه مسلم شايفت جبن هذا الشخص هو نفسك هو نفس هو نفس اللي يتمارض هان قال أنا مسلم من عقيل تعال أنا تمرضت في بيت هاني وهذا صديقي عبيد الله وأكيد راح يزورني اليوم بالليل فأنت أدخله بهذا المخدع وأقتله يطيب التوياج يتمنى البصرة للكوفة ما قدرت تقتله أنا تحملني أن أحمل مسلم هاني ابن أروى مشكلة أن أقتل الأمير في بيته هاني ابن أروى أتحمل وهاني ابن أروى مضحج وأدخل العرب والعشائر والقبائل في أمور أخرى ثم أنا أقتل والقصاص لا يجول القصاص قبل الجناية وهذا الرجل الجناية ما حصل مننا بعد يعني هذه معلمات استفهام كثيرة وكبيرة معلمات استفهام كثيرة على أن الأم كانت ذاك اليوم ما تستحق الاحترام حقيقة وأي أم يقتل وسطها الحسين وتسبع عائل تم استحق لاتخلين يطلع من طور إذن هي نتيجة طبيعية ما آلت يعني يعني أنت بربك الآن بشلون ما تريد تحسبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي الأمة علي ابن أبي طالب هو فارس الأمة ووصي النبي الزغراء ريحانة من الدنيا وتبتهم زينب وتستروجه بالكفين في مجلس الكوفة والشام تأخذ سبيع على بعير بغير إيطان لو كانت بتزعيم قوم لو كانت بتكريم عرب لو كانت بتشجاع قبيلة ما كان إله في مقام واحترام طيب ماذا فعل عبيد الله بن زياد لما وصل إلى الكوفة وصل إلى الكوفة عبيد الله كانت له إجراءات معينة إيه استعمل سياستين وإنه سياستين هذه المهمات حتى في يومنا هذا الترغيب والترهيب الترغيب والترهيب الترغيب الناس اللي يعدهم قوة وعدهم إمكانية أن يصدوهم طمة روسهم المادة وهذول الناس اللي مثلي أنا كبوا وقالي شاعة صدقني سيدنا أنت لا تروح بعيد يعني يا رجل ما عندنا من أكو بعض ناس في أيام أحداث الإراق الأخيرة لحضرة الشردة وراح يجون راح يجون دولة هاي المسميات الموجودة إجا وإجا الناس مهزوزة معنويا ما عندها قابلية أن تواجه ما عندها قابلية أن تقاتل ما عندها قابلية أن تدفع عن عقيدتها عن مقدساتها على وأكو ناس لا تصدت الدعاية تفعل فعلتها بهذه النفوص الناس لا تستطيع أن تصف مجتمع معين أو مرحلة معينة من الزمن لا تستطيع أن تصفها بالراهبة المتبتلة ولا بال المرحرفة كذا لا تقد تكون بين وبين فلذلك هذا إجاب سياستين الترهيب والترهيب الترهيب أخذ أثر بنفوس الجبناء ما لنا والدخول بين الصلاة والترهيب لا يا سيدي ملك الري يقولون أن الله خلق جنة ونار وتعذيب وغليدين فإن صدقوا فيما يقولون ليش لأن لي في الري قرة عيني فإذن اشتخدم المادة واستخدم العصر إذن وعد بها القوة وعد بها المادة فلذلك انهارت المعنويات انهارت القوة بالقوفة والتفت حول عبيد الله بن زياد ووقف مسلم بن عقيل هذا الموقف وأعتقد إحنا بعد شكرا لدينا وقت يعني كم دقيقة كم دقيقة ضروري إحنا عندنا مهمة يعني مشكلة الآن مسلم بن عقيل لما دخل للمجلس شوف المدرسة اللي راح ترجعنا عود على بدء مدرسة علي بن أبي طالب مسلم بن عقيل من دخل إلى مسجد إلى قصر الإمارة وطلب من يوصي إليه طلب وصي من جابه مكتوف وقال أنا عندي وصايا أنا كل شموهم عندي أن الناس تفهم الوصية أولا من مات ولم يوصي بلا وصية مات تجاهلية بس أنا مو هذا اللي همني هذا بالجانب الفقهي ممكن إلى أبوابه لكن أنا أقول مسلم بن عقيل لما أوصى لعمر بن سعد قال له أولا إن علي في الكوفة دين فبيع درعي وأوفي ديني يعني ماذا اختار عمر بن سعد هل لوجود قرابة مثلا يعني هو وقع بصره لأنه من قريش يعتبر وهو مكان مؤهل لهذه وبعدين مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل عالم يعني يعرف أن هذا سيفش السر لكن المسلم الذي يوصل للأجيال هالوصية يظهر بها فد مضمون أولا بأدرعي وأوفي ديني أثنين استوهب جثتي وادفنها واكتبوا للحسين بخبركم ثلاث وصايا هو ما ضمهم قال له عبيد الله من زياد بهم لكن أنا أقول هنا بأدرعي وأوفي ديني مسلم بن عقيل من كان بالكوفة ويدين أموال من واحد منين يأخذ أنا هسا الآن أفرض في بلد قطعا صحيلا فمن يعرف نوع عرفه ويعرف قيمتي من يعطيني المبلغ إذا طرت هسا بالطيارة وراجع البلدي وتحطمت الطائرة بالطريق متت هذا ما رح يقول مشكول الذنة رح يقول مبرد ذنة صحيلا فتوقع مسلم بن عقيل من يأخذ من حبيب ابن مظاهر أو مسلم بن عوسجة أو برير مو هالنوعيات اللي يأخذ منهم دولا رح يشكلون ذنة قطعا يستوهبهم لا شنو الموضوع إذن عنده سبب يريد يقوله يريد يقول للناس أصحوا أنا ما جيت أسرق أموالكم إحنا إجينا نحمل ليس طلاب درسة واسمها مدرسة علي بن أبي طالب يشهد الله أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي في المدينة أموالكم مكدسة أمامي عدموا سلم بن عوسجة مو جي وأنا أأكل بمالي الخاص أتدين حتى لو أقترض أتدينة فلوس وأخذ تدين ووصلته أموال كبيرة هناك يعني مهناء يقولهم أنه المال العام إلى حرمة محفوظ المال العام عندنا محفوظ أنتو خذلتونا بالنتيجة راح تجوكم حكام يوقف بنص المسجد يقول السواد بستان لقريش ومن أبى فليشرب من البحر هذه نقطة النقطة الثانية يعني هي تربحة هواية بس أنتم حصرتونا في الدقيقتين النقطة الثانية أن الديون اللي على مستمئ بن عقيل المستمئ بن عقيل يريد يقول أنا أرتلتحك بمدرسة أهل البيت وهي ضرورية للناس يسمعوها الحسين ليلة عاشورة قال لي أصحابه من كان بدمتي يدين فهو في حلم بيعتي واضح الفكرة أو لا إذن اللي ماك الحرام اللي يشتغل برشوة اللي يشتغل بربا ممكن أن يكون قليل للحسين مؤكل آن من يعتقد بأنه شيء للحسين أو يعتقد ولاء للحسين لكنه في الواقع العملي ماله مو نظيف مصادره مو مشروعة فالمفروض أن يراجع نفسه أن مسلم بن عقيل بهذه الفكرة حتى الدين أن الشهيد إذا سقط يغفر له إلا الدين فعلينا أن الراجع نفسنا بالمال العام استوهب جثتي اللي دي ثير بعد أقدر استوهب جثتي ودفنها مسلم بن عقيل أشيات إذا دو بيحت لا يهمها السرخ أكيد فماكو غير ولا أكو عار يعني الآن إذا جثة ويمثل بها بالشارع العار على الدولة اللي يتمثل بجثة له العار على الضحية طبعا على الدولة على الجلات فمسلم بن عقيل إذا قتل استجد خلاص تحرر من هالقالب إلى قالب أكثر أكثر شفافية وأوزع وبجوار شهداء والصديقين فما يضر فرد شيء إذن ماذا أراد من هذه مسلم بن عقيل أراد أن يقول أن هؤلاء أعدانة ترى أبطال متلم وأبطال ميدان ما يواجهونا بالميدان بالميدان واجهني 300 محمد بن الأشعث وطلب نجدة وودنا لنجدة وعزز بالخيل والرجال وطلب نجدة وعزز بالخيل قال له ويحك أنا أرسلتك لرجل واحد قتل منكم هذه المقتلة كيف لو أرسلتك إلى من هو أشهد منه مراسة قال أنت أرسلتني لم ترسلني إلى بقال من بقالي الكوفة وجر مقام من جرامقة الحيرة لا سيف من أسياف قال أبي طالب فريد يقول للناس ترى ذولا مو أهل ما إحنا ولسنا على الأعقاب تدمع كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء ذولا أبطال متلم مثلوا بجسد حمزة ومثلوا بجسد زيد الشهيد وراح يمثلون بجسدي ويمثلون ويمثلون بأسان إذن ذولا أبطال متلم وليست أبطال ميدان واكتبوا للحسين بخبركم هذه هي من نقطة نفحتنا طيب على ضوء تقرير مسلم عليه السلام الإمام تحرك حدد موقفه من المجيء من عدمه إلى الكوفة لا الإمام الحسين حسم أمر يعني ويعرف تماما أن المسلم بن عقيل سيقتل ولما بلغه هو خبر مسلم بن عقيل لا قبل ذلك سمعت الشيخ أن مسلم أرسل كتابا إلى الإمام الحسين عليه السلام يخبره به أن يخدم إلينا يعني على ضوء هذا الكتاب الإمام حدد موقفه أم ماذا كان ينتظر مثلا من المسلم نحن قلنا أن الحسين كان يتصرف وفق الأسباب الطبيعية الطبيعية وإلا الأسباب الغيبية هو كامل الفكرة النتيجة محسومة محسومة لكن عندما وصل الخبر أن مسلم أمن عقيل يستقدمه أضطر شيء للتعجيل مو رسالة وحو أن ثلاثين من شياطين بني أمية بإمرة عمر بن سعيد الأشدق كان أمر الحج ذاك اليوم سنة ستين للهجرة أمر الحج رئيس الوفد رئيس البيت أمر الحج أمر بن سعيد هذا من المغرمين بشتم عليه بن أبي طالب حتى يسمون الأشدق لأن ضربه شرجي في طرق الحلقة من قبل ما يشتم بالإمام ومع لنا تاريخه وصخ جدا هذا يكلف من قبل الدولة الأموية باغتيال الحسين ولو كان معلق بأسار الكعبة أرجوك لو قتل الحسين في الكعبة تبقى للكعبة حرمة قطعا كل بلد الحرام كما صارت من تقلع شجرة الآن عليها من تقتل طير أو تنفر طير إذا يقتل حسين توقع حرمة فحفاظا كي لا تهتك حرمة الكعبة عجل بطلع طلع يوم ثمانية ذو الحجة راجر عرفة يوم الترويب عجل وطلع حفظا لحرمة الكعبة ولذلك تروا ومهل الجزاء والإحسان إنه مرغبية إحنا ما نفهمها ولا ندركها ولا توصلنا من مقاييسنا ومعايرنا فالشاهد من طلع الإمام سلام الله عليه بالطريق عارض خبر استشهاد مسلم إذن عقيل بس من واجهها خبر استشهاد مسلم هل قرر أن يجير طريقة أو يترك أو يرجع أو يقول أخذوني ليزيد ليأضع يدي بيدي لا ما حصل هذا لأن الحسين يمشي وفق برنامج إلهي في الحقيقة لم يبقى لدينا إلا دقيقة واحدة بالإضافة إلى هذا سمحت شخ واجهوا الكثير أثناء سيري إلى الكوفة وأخبروه عن واقع الحال أن السيوف قلوب الناس معك وسيوفهم عليك وأكثر من واحد أخبره بهذه طيب كل ذلك لم يمنع الإمام عليه السلام في أن مثلا يتوقف أو يتريث بالمجيء إلى الكوفة لا لا أبدا الإمام الحسين كان قلت لك جاي الإمام الحسين بالمناسبة باختصار بهذه الدقيقة أن الإمام الحسين لم يكن هو المعد للمشروع الذي حصل في كربلا وإنما هو مشروع إلهي أعدته السماء بلغت به النبي صلى الله عليه وآله والحسين هو المهندس المنفذ لهذا المشروع إذن هو يمشي وفق مخططات مدروسة وواضحة عنده تماما كأني شاء الله يراني قتيل ما معنى حملك العيال شاء الله أن يراهن سببا اللي طلع به الإمام الحسين سلام الله عليه عليه كان استشهاد مسلم ابن عقيل السبع أظم يقول أن مسلم ابن عقيل قتل يوم التاسع يوم تسعة لكن قدمت الآن ذكرى استشهاد إحنا عندما نقرأها يوم ثمانية ليش؟ لأنها تزاحمت مع زيارة الحسين زيارة عرفة وذكرية عرفة فقدمناه وإلا مسلم ابن عقيل استشهد يوم تسعة ويوم العيد عيد الأضحى كان يجر بالحبال بالأسواق هو وهاني ابن عروة والعجيب أنك إذا ما يقتل مجرم أو طاغية من الطواغيت في يوم عيد ترى أن هناك من يرتفع صوته بالاحتجاج يقول هذا عيد من حرمات الله وإعتراضات وشيء بينما مسلم ابن عقيل سلام الله عليه إذا كنت لا تدرين ما الموته فانظري إلى هاني بالسوق وابن عقيل إلى بطل قد هشم السيف وجهوه آخر يهوي من جدار قتلي سلام الله عليه ومولد ويوم استشهد في الكوفة ويوم يبعث حيا ضمنها الهيكلية ومن هيكلية الحسين هاي عناوين الفضيلة نسأل الله أن يحشرنا في زملتهم إن شاء الله شكرا جزيلا لكم ممنون حياكم جدا شكرا لكم الله يخليش شكرا لكم أيضا على طبيع المتابعة وحسن الله حتى نتقيكم في لقاءنا آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألحثه على القول الحسن عاشر الناس عشرة إن غبتم حن إليكم وإن فقدتم بكوا عليكم وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال معاشر الشيعة كونوا لنا زينا ولا تكونوا لنا شينا قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة